موسيقى هيئة العلماء المسلمين تطالب بإطلاق سراح الشيخ بسام الطراص موسيقى ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها الهيئة وجهات حزبية ودينية أخرى لإطلاق سراح موقوفين بغير حق وتحت شعار الغبن موسيقى في هذا التقرير نستعرض أبرز الموقوفين الذين أطلق سراحهم أو جرت المطالبة بها وثبت فيما بعد تورطهم في أعمال إرهابية سراج الدين الزرائقات المتحدث بإسم كتائب عبدالله عزام أوقف عام 2011 بتهمة القيام بنشاطات إرهابية ساعة قليلة وأطلق سراحه نتيجة وساطة مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني سنوات قليلة مرت ليعود ويطل زرائقات معلنا تبني كتائب عبدالله عزام التفجير المزدوج أمام السفارة الإيرانية شاد المولوي أشعل الشارع الترابلسي قبل أربعة أعوام حينما ألقى الأمن العام القبض عليه في إحدى المكاتب التابعة للوزير السابق محمد الصفدي لم تمضي أيام حتى أعيد إطلاق سراحه وعاد سالما بسيارات الحماية السياسية إلى ترابلس بعد عام على توقيفه وإطلاق سراحه عاد إلى الواجهة مجددا خلال اشتبا كاتب بالتبين جبل محسن ثبت توروته بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مقهى في جبل محسن هرب إلى مخيم عين الحلوي وصدرت بحقه مذكرات توقيف عدة الشيخ عمر الأطرش ناقل الانتحاريين والسيارات المفخخة إلى الضاحية الجنوبية في 27 كانون الأول عام 2013 ألقي القبض عليه من قبل استخبارات الجيش وأغلقت الطرقات لأجله بحجة البراءة لكن مساعي إطلاق سراح الشيخ المخطط لم تأتي بنتيجة هذه المرة يوسف ديب اعترف بالتحضير لعملية انتحارية وأقر باسم الشيخ الذي جنده بعد أن أوقفه الأمن العام في 20-20-2015 بعد ثمانية أيام فقط على تفجيري برج البراجنة على أن فرع المعلومات أطلق سراحه بعد أيام عدة فالطهق بجبهة المصرى في القلمون الشيخ بسام الطراس أوقف بشبهة ارتباطه بتفجير كسارة في زحلة وذكرت المعلومات الأمنية أنه على تواصل مع مسؤول العمليات الخارجية في داعش هب المشايخ لأجله فتدخل أهل السياسة ليطلق سراحه بعد ساعات أيام مرت ليوقف مجددا أدم شمس الدين قناة الجديد